السلام عليكم ازيك يا شباب عاملين يا رب اكونوا بخير معنا النهاردة تاني جهاز من سلسلة الريدمي نوت 12 الجديدة من شركة شاومي هنستعرضه مع بعض جهاز الريدمي نوت 12 برو ففي الفيديو ده هنستعرض اهم ما يميز هذا الجهاز بس في البداية طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تدعم نشترك في القناة ولايك للفيديو من غير الاتى خير خلاني نبدأ ونشوف مواصفات الريدمي نوت 12 برو في البداية الجهاز بيجيب وزن 187 جرام وبسمك 7.9 ملة جهاز بيجيب خمات من البلاستيك بالكامل الظهر والفريم ومن الامام الشاشة الاوليد اللي بمقاس 6.67 من مية بوصة وبتردد 120 هرتز وبترعمل hdr 10 plus وبترعمل تقنية الدل بفيجن وبسطوع بيوصل لتسعمائة نتس فولتش دي بلاس وبابعاد عشر لتسعة وبكسافة بيكسلات تلتمية خمسة وتسعين بيكسل في كل بوصة وتستحز على نسبة ستة وتمانين وتمانية من عشرة في المية من وجهة الجهاز الامامية شاشة ممتازة زوائل الرؤية والتشبع والالوان ممتازين جهاز بيدعم شرحتين 5 جي وبيدعم مقاومة المقاول غبار اي ب تلاتة وخمسين جهاز هنا بيجي باندوريز اتناشر مع وضحة شاوم الميو اي تلتاشر مع معالج من ميديا تيك الديميستي الف وتمانين معالج طبعا اللي بيجي بدقة تصنيع ستة نانو واتكلمت عنه في فيديو مبارح معالج قوي جدا بتردد بيوصل لاتنين فاصلة ستة جيجا هرتز معالج قوي بيقدم اداء ممتاز مقارنة بالسعة مش هتلاحز مع اي مشاكل خصوصا في التنقل بين الطبقات والالعاب الخفيفة والمتوسطة جهاز بيجي بعدة نسخ نسخة ستة مع مائة تمانية وعشرين نسخة تمانية مع مائة تمانية وعشرين ونسخة تمانية مع متين ستة وخمسين ونسخة اتنشر جيجا مع متين ستة وخمسين جيجا جهاز بيجي بكاميرا خلفية آآ سلاسية خمسين ميجا بيكسل وفتحت علسة واحد فاصلة تسعة زويتها عرضة وبترعم او خاصية تثبيت الصورة البصري كاميرا التانية تمانية ميجا بيكسل الترويج بزاوية اتنية وتسعة تشر درجة وفتحة عرسة واحد فاصلة تسعة وكاميرا اتنين ميجا بيكسل خاصة بتصوير الماكرو وفتحة عرسة اتنين فاصلة اربعة كاميرا بتدعم وضع الـ HDR والبانوراما بتصوير فيديوهات فوركيب تلاتين اطار والف وتمانين بمية وعشرين اطار كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل زويتها عريضة وبتدعم تصوير فيديوهات وتمانين بستين اطار جهاز ايضا بيدعم سماعتين استيريو ودعم لتقنونة الدول باتموس ومنفذ ثلاثة ونص ميل الخاصة بسماعات الاوزون واي فاي سيكس بلوتوس خمسة فاصلة اتنين والجي بي اس مزدوج ودعم الان افسي ودعم الانفرابورد للتحكم في الاجهزة المنزلية من خلال اشاعة الاي ار بصمة الجهاز موجودة طبعا اسفل الشاشة اوبتيكال سريعة ممتازة وجهاز ايضا بيدعم ميزة التعرف على الواجهة باستخدام الكاميرا الامامية بطارية هنا خمس تلاف ميلي امبير وبتالي من الشحن السريع سبعة وستين واط الشركة بتقول انها بتشحن من صفر وخمسين في المية في خمستاشر دقيقة ومية في المية في ستة وربعين دقيقة الجهاز بيجيب عدة الوان الاسود والازرق والابيض سعر الجهاز بيبدأ من متين واربعين دولار مقاربا بالسعر والمعالج والاداء سعر ممتاز جدا وزي ما قلت قبل كده ان شركة شاومي من اكتر الشركات اللي بتحقق المعادلة بتاعة القيمة مقابل السعر ودك ان استعراض سريع لجهاز الريدمي نوت 12 برو اتمنى في انها يا رب بيكون الفيديو وعجبكم لو عناك اي سؤال سيبوا في قناة التعليقات وفي انها ما تتنساش تدعملوا مشترك في القناة ولايك للفيديو اشوفك على خير الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة